أروح معكم إلى ملف آخر لكن قبلها قبل من سيب مباراة الأهلي مع مودرن سبورت اللقطة اللي شهيرة لأنه ده تاني مباراة لمودرن سبورت منذ وفاة أحمد رفعت نجم الكرة المصرية ونجم الفريق السابق من بداية المباراة نزل لعبه الفريقين وهم رفعين صور لأحمد رفعت وبعد حتى المباراة أو بعد الأهداف اللي سجلت الهدف الأول رفع لعبه مودرن سبورت أدي علي الفيل وأدي أحمد عاطف وأدي رزق وأدي عمر السيسي وراهم أهو رفعوا صورة أحمد رفعت وحتى الصورة دي مباشرة كانت قدام جمهور الأهلي اللي رغم استقباله هدفا كانوا بيحيوا لعبة مودرن سبورت وهم رفعين الصورة في لفتها إيجابية جدا تدل على أنه وقت الظروف اللي زي دي الكل بينسى أي منافسات دي كانت قدام التالتة شمال يعني السخنة قوي يعني في التشجيع على ذكر هذا الأمر تواصلنا مع مصدر مسؤول في وزارة الشباب برياضة لنسأله عن تطورات التحقيقات الجارية بخصوص أحمد رفعت أو وفاته لأنه كان الدكتور أشف صبحي وزير الشباب برياضة تكلم من يومين في أنه الأمر ده إنساني وقانوني وإداري وبالتالي دي كلها أمور بتأخذ في الحسبان ورفض أن يعلق عليها لحين انتهاء التحقيقات الإجابة جات لنا من المصدر بأنه التحقيقات ما زالت جارية وأنه في مقر الوزارة بتعقد في غرفة مغلقة من خلال اللجنة المسؤولة والمكلفة بالتحقيق جلسات يومية مع علمهم بأن الرأي العام بينتظر التقارير ومع علمهم كمان أنه العيون كلها متجهة إلى وزارة الشباب برياضة بنفسها دلوقتي بالنظر أن هي اللي أعلنت عن تشكيل اللجنة وأعلنت أن هي ستصدر القرارات أو النتائج أمام الرأي العام بكل وضوح وشفافية فما زلنا ننتظر وأعتقد ليه أنا بقول لكم المعلومات دي لأنه إحنا الأسبوع اللي فات قلنا لكم أن فيه مصدر قال أنه نهاية الأسبوع قد يمتد الأمر لكن بشكل عام من المهم أن تصدر القرارات واضحة شفافة أمام الرأي العام بناء على ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة طيب خلينا ننتقل اشتركوا في القناة